إن أنا أحافظ على النوم بتاعي على فكرة فيه كواليتي للنوم فيه النوم ده ممكن يبقى بنام نوعية النوم اللي بنامه حتى لو أربع خمس بالضبط ممكن أنا نام أربع خمس ساعات لكن أبقى حاسة أن أنا أعيمة فيقة وخدت كفايتي من النوم وممكن ساعات أبقى نايم تسع ساعات وأعيمة تعبان ولا كأنني نام سأل أفضل إيه لأن أنا دايما لما بروح لدكاتري التغذية بيكون فيه أول تعليمات نوم ست ساعات متواصلة أو سبع ساعات متواصلة طبعاً ليه؟ لأنه أنت عندك ساعة بيولوجية الساعة البيولوجية دي بتتحكم فينا الوقت بتاع بالليل ده مفروض أنه بيزيد السترس هورمونز أو الكورتيزول لفل الكورتيزول لفل ده كل ما زاد وأنا باكل غلط هلاقي الدهون بتتراكم في منطقة البط وبيعمل سمنة مركزية اللي هي أصل أصلاً الأمراض كلها زي زيادة الكوليسترول أو زيادة ضغط الدم أو زيادة مرض السكر يبقى إذن أنا ده بقى هنتكلم على المساوئ بتاعة الأكل أثناء الليل الأكل بقى بتاع بالليل ده عادة عادة مش بيبقى أكل صح ليه بقى مش بيبقى أكل صح لأنه زي ما قلتلك ممكن واحد يبقى عد طول النهار مكلش حاجة فوت وجبة الفطار فوت سناكس واحدة ستة قاعدة بتشتغل الصبح وبعدين بترجع تبقى مع أولادها مشغولة طول الوقت بتيجي بالليل على وجبة العشاء هي عايزة تكافئ نفسها هي عايزة كمان تكافئ نفسها هي عندها في الساب كونشيس كده عايزة تعمل مكافأة لنفسها فتبدأ بتاكل بقى إيه حاجات غلط حاجات معجنات حاجات مثلا فيها دهون كتير كلام ده كله فده طبعا غلط نيجي نتكلم كمان على إنه أنا مفروض إن أنا بالليل أما بيزيد السترس هرمون أو الكورتيزون لفل عن الحد بتاعه ده بيقلل السيرتونين السيرتونين ده اللي هو هرمون ناقل من النقلات العصبية اللي بيسبب السعادة السيرتونين ده بالليل بيتحول لميلاتونين اللي بيحسن نوعية النوم بتاعه طيب أنا دلوقتي لو السيرتونين ده قليل نتيجة لزيادة الكورتيزون الميلاتونين برضو هيبقى قليل يبقى أنا النوم بتاعي مش هيبقى مظبوط مش هاخد كفاية من النوم يبقى أنا محتاجة أكل حاجات بقى فيها إيه فيها تريبتوفان تريبتوفان ده إيه ده أحد الأحماض الأمينية الأساسية اللي هي لازم تكون في الأكل بتاعنا علشان تحسن الميلاتونين ده عشان نقدر ننام كويس موجود فيه موجود في الزبادي موجود في الجبنة موجود في البيض موجود في المكسرات موجود في كوباية اللبن عشان كده احنا دايما مثلا بنقول كوباية اللبن ده في قبل النوم ده هيساعد جدا على النوم الهادي